منذ عام 2015 وبمسارات متعددة عبر بحر العرب وخليج عدن والبحر الأحمر ميليشيات الحوثي وبإسناد من الحرس الثوري تعمل بمنهجية على تهريب الأسلحة فرغم تمديد الهدنة الأممية ومساعي تثبيتها تمهيداً لوقف شامل لإطلاق النار تواجه إيران وميليشيات الحوثي اتهامات بمحاولة تقويض جهود التهديئة آخر فصول التهريب كشفت عنها شعبة الاستخبارات في القوات المشتركة اليمنية في الساحل الغربي للبلاد من خلال ضبط سبع خلايا تهريب وتجسس حوثية تضم سبعة وثلاثين عنصراً متورطين في تهريب الأسلحة من ميناء بندر عباس الإيراني إلى موانئ الحديدة التي تقع تحت سيطرة ميليشيات الحوثي أربعة عناصر في الخلي اعترفوا بتجنيدهم لتهريب السلاح عن طريق مهرب يعمل لدى ميليشيات الحوثي في ميناء الحديدة خرقنا من إيران معاني السلاح لمانا فوق عمان واقعني حيسال مبار هو البحارة حقه أعطناهم السلاح وتحركنا إلى فوق الغيظة وخرقنا إلى البلاد روحنا البلاد قسيت شهر أو شهر ونص في البلاد مريح وعودت تصلبي عبدالله علي وطلعت المكلة استقبلنا في المكلة وطلعتنا وهل الغيظة خرجنا من الغيظة في القلبتين واستلمنا السلاح من فوق عمان من الصنبوك ورجعنا في وقال الغيظة عناصر الخلية أكدوا أيضا أن عملية التهريب تتم بإشراف خبراء الحرس الثورية الذي يعمل إلى جانب قطع بحرية إيرانية لتوفير كل وسائل الدعم اللوجستي وزير الإعلام اليمني معمر الإريان اعتبر أن الاعترافات الأخيرة للخلية الحوثية انتهاكا إيرانيا صارخا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن القوات المشتركة بدورها أشارت إلى أن عملية التهريب دليل جديد يدين إيران بالتدخل في اليمن واستغلالها ميليشيات الحوثي أداة لقتل اليمنيين وتنفيذ أجندتها وزعزعة أمن واستقرار المنطقة اشتركوا في القناة